بحيكم جديد مشاهدينا سنبدأ الجولة اليوم بصورة من الصفحة الأولى لجريدة النهار الصورة عن واقع النفايات في لبنان بعدسة أزميل باتريك باز من الـ AFP بكارة الصحافة الفرنسية هالصورة التقطة باتريك من نافذة في مبنى مطل على البحر في منطقة الزلقة بدت فيها النفايات المتراكمة على الشاطئ مع هذه الصورة تنطلق جولتنا اليوم على الصحافة نبقى مع المحليات وملف خطر جدا تفتحه صحيفة السفير اليوم في صفحتها الأولى بقلم الزميل إليل فرزلي مناقصة الخلوي تفتح قطاع الاتصالات أمام إسرائيل يسأل إليل فرزلي شركة أورانج إضافة إلى بنائها محطاتها في المستوطنات الإسرائيلية تدعم وحدتين عسكريتين في الجيش الإسرائيلي إحداها اقتحمت رفح وقتلت مائتين وخمسين فلسطينيا وقدمت دقائق مجانية لجنود الاحتلال أثناء حرب غزة الأخيرة ودعمت الجيش بمحطات تقوية متحركة أين لبنان من دور شركة شريكة في قتل الفلسطينيين وأين هو من شركة أورانج مع الاحتلال الإسرائيلي سؤال على المعنيين بالمناقصة الإجابة عنه علما أن أورانج الإسرائيلية تصر على تقوية البث باتجاه الأراضي اللبنانية وهو ما يعرفه معظم أهالي الجنوب الذين يلتقطون إرسالها من قراءهم وعليه هل ثمت من يتخيل كيف سيكون الوضع مع تداخل إشارات البث للشركتين اللبنانية والإسرائيلية وحتى مع افتراض أن لبنان قادر على ضبط أمن الشبكات وهو ما يستبعده معظم العاملين في القطاع هل ثمت من يضمن تخلي إسرائيل عن هذه الفرصة الأمنية يضيف الفرزلي الحرص واجب والقطاع الذي يشكل كنزا استخباريا بالنسبة للأجهزة الأمنية في الداخل هو أيضا كنز استخباري لإسرائيل التي تثبت تجربة أنها لم تترك وسيلة إلا وحاولت من خلالها اختراق الشبكات اللبنانية المشكلة الأساس بحسب خبير اتصالات مطلع على ملف الخروقات الإسرائيلية أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل مع الموضوع باستخفاف وعليه فإن على المعنيين الإجابة على السؤال التالي هل يمكن تطوير القطاع من دون سد ثغرات الأمنية أم أن الأولوية تبقى للصفقات ولو على حساب أمن اللبنانيين من مقالة إليل فرزلي في السفير ننتقل إلى صحيفة المستقبل كشفت مصادر اللقاء التشاوري عن اتجاه أكثر من عشرة عمداء نحو تقديم طعون قضائية بترقية العميد شامل روكوز في حال إقرارها بينهم ضباط متقاعدون يعتبرون أن إحالتهم إلى التقاعد حرمتهم من فرصة الترقية إلى رتبة لواء أسوة بروكوز إذا جرت ترقيته مع عدم استبعاد المصادر في الوقت عينه أن يتخذ قائد الجيش العماد جون أهواجي موقفا منطلقا من الحرص على وحدة المؤسسة العسكرية وهراميتها فيما لو استشعر خطرا محدقا بالمؤسسة من باب أي تسوية سياسية متعلقة بملف الترقيات والمراكز التي تشملها في المقابل علمت المستقبل أن مجلس شورى الدولة تلقى أمس مراجعة جديدة تقدم بها أحد العمداء في الجيش للطعن بقرار تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في صحيفة عقاد اهتمام بالشأن اللبناني المحلي أكدت مصادر وزرية لعقاد السعودية أن لا جلسة حكومية اليوم مع غياب التوافق على ملف التعيينات مشيرة إلى أن الأمور تعقدت خصوصا بعد تصاعد الخلاف بين الرئيس بري والنائب ميشيل عون ورفض حزب الكتائب بالتسوية السياسية التي كانت مطروحة وأكدت أن الاتصالات لم تتوقف وهناك سعي لعقد جلسة حكومية الثلاثة المقبل من محلياتنا إلى الإقليميات وإلى الموضوع السوري كتب صهيب عنجاريني في جريدة الأخبار الحرب الشيشانية الثالثة في سوريا تتنوع ولااءات الجهاديين المنحدرين من بلاد الكوكاز على كثير من التنظيمات في سوريا رغم ذلك يوحد العداء للروس بين كل هؤلاء وإذا كانت الترجمة الروسية توحي بأن معظم المجموعات إرهابية وفق تصنيف موسكو فأن المسلم به أن الجهادي الكوكاز حصة كبيرة قادمة حتما من طلعات السخوي تؤكد معلومات متقاطعة قيام معظم المجموعات الكوكازية بجملة إجراءات بقائية مثل إفراغ المقار الكبرى وتبديل مواقع إقامة أبرز القادة وتوزيع الأسلحة والذخائر على مستودعات صغيرة متباعدة كذلك تبدو مجموعة أجناد الكوكاز واثقة من أن استهداف الطيران الروسي لها مسألة وقت يقول أبو عبيدة الشركسي نعم نحن نتوقع أن نقصف في أي لحظة وقد اتخذنا جميع الإجراءات لمنع وقوع خسائر كبيرة في صفوفنا في الأيام المقبلة أبو عبيدة يؤكد أن الأجناد أكبر فصيل كوكازي مستقل على أرض الشام يضم في صفوفه رموزا جهادية كبيرة وهم حتى الآن على قائمة المطلوبين روسيا أبو عمر الأوزبيكي أحد مقاتلي إمارة الكوكاز لنصرة أهل الشام أكد للأخبار أن الإمارة لم تفاجأ بسيال الروس وفيما تحفظ عن ذكر التفاصيل أكد أنه جرى اتخاذ الاستعدادات المناسبة ونحن نتمنى أن نرى جنودهم على الأرض قريبا لنذيقهم بأسنا ونبشرهم بأن التكتيكات الخطابية في انتظارهم نبقى مع هذا الملف من صحيفة الحياة هذا الخبر قال مصدر فرنسي إن ما تقوم به روسيا من ضرب أهداف هي ليست لداعش يظهر أنها دخلت عسكريا لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد للتخفيف من الضغط العسكري الذي يرضخ له منذ تراجع وضع قواته العسكرية ولفتت إلى أن روسيا أظهرت أن ضرب داعش لم يكن أولوياتها مشيرا إلى قول وزير الخارجية الفرنسي لعوفا بيوس إن من يريد محاربة داعش فهذا عمل جيد لكن هناك ثلاثة شروط أولا محاربة داعش وليس المعارضة الشرعية ثانيا إيقاف ضربات البراميل على الشعب السوري ثالثا إيجاد سيناريو خروج لبشار الأسد وأشار إلى قناعة المسؤولين العرب الذين التقوا الوزير الفرنسي في نيويورك أن الضربات الروسية ستؤدي إلى تضامن أكبر من جميع السنة ضد المقاتلين الروس والإيرانيين وهذا سيزيد الحرب خطورة ويبعد أي حل في تفاقم الصراع السني الشعي ونختم الجولة مع خبر من صحيفة الديار احتفلت ألمانيا بمرور ثلاثين عاما بدون انقطاع للكهرباء وهو احتفال استحقته الدولة التي أصبحت منذ عام 2010 من أكبر الدول المصدرة للكهرباء في العالم الكهرباء لم تنقطع عن أي بيت أو مصنع أو شارع أو عمود كهرباء ولو لمدة دقيقة واحدة خلال ثلاثين عاما كما تقول إحدى المواطنات الألمانيات وهي تشير إلى ألواح الطاقة الشمسية على أحد المنازل نعتمد على توليد الطاقة بأنفسنا إضافة إلى مولدات الكهرباء عبر الرياح وبهذا الخبر الذي يعله ينعكس علينا في لبنان ربما بعد ثلاثين عاما أختم الجولة وأعود إلى كاترين